امتبعين بصباحنا لليوم يا نورو وصلنا لفقرتنا الطبية يمكن كل الناس عندها استفسارات حول اللقاحات الجديدة يلي عم يسجلوا عليها الناس لقاحات الكورونا ولكن خلينا بدنا نستفسر أكتر شو هو اللقاح الأفضل لفيروس كورونا المستجد وفيه شو الفرق بين اللقاحات المتوفرة حاليا وهل يعتبر اللقاح هو حل نهائي لجائحة كورونا كل هالمعلومات سيحكي لنا عنا أكتر الدكتور حسام البردان اختصاص صدرية سباح الخير دكتور يسعد صباحكم يسعد صباحكم يسعد صباحكم يسمعونا أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيك ضغلة دائما دكتور حسام دائما أي استفسار عن فيروس كورونا دائما تعطينا النصيحة والمعلومة المفيدة بالبداية خلينا نحكي قبل ما نحكي عن أنواع اللقاحات وعم نشوف هلا كيف الناس عم تسجل عن طريق وزارة الصحة لأخذ اللقاح أهمية أخذ اللقاح لأنه في مشكلة عم نواجهها للأسف في كتير ناس عم يطلع لهم أسماء بس ما عم يقبل يروحوا فيه تردد فيه خوف أهمية أخذ اللقاح اليوم هلا أنا بصراحة إذا بدي أسمع أهمية أنواحد يأخذ لقاح أسمعها لجزئين الجزئ الأول مرتبط بالشخص نفسه الأهمية له والأهمية الثانية اللي هي بترجع بالنهاية على المجتمع الأهمية على الشخص نفسه معظم اللقاحات وقت تقروا عنها بتلاقوا فيه إلى نسب فعالية معينة بغض النظر عن نوعيتها بتلاقوا فعالية اللقاح مثلاً تسعين مانين خمسة وسبعين يلي هو على اختلاف نسب الفعالية حسب طبعاً الدراسات العلمية اللي أجرت على هاي اللقاحات طبعاً هاي الفعالية تعني إنه الشخص احتمال إنه إذا تعرض لهذا الفيروس إنه مناعة جسم تتغلب عليه وما تظهر عليه أعراض فهي بالدرجة الأولى طبعاً الشغلة الأهم الفعالية اللي هي سبعين أو ثمانين أو تسعين معظم الدراسات وعلى معظم اللقاحات على اختلاف أنواعها وأشكالها فعاليتها بالوقاية من المرض الشديد بين الخمسة وتسعين إلى مية بالمية طبعاً نحن دائماً بهمنا شغلة إنه إذا تعرض للإصابة بفيروس كورونا حتى إذا صار عنده عدوى حتى لو صار عنده إصابة ما يصير عنده هاي الإصابة الشديدة طبعاً أنه يفوت على المشفى يأخذ أكسجين يدخل بمشاكل فيما بعد قد تكون تجي قليل الإصابة فقد تجي بشكل خفيف إذن اللقاحات يشكل عم عم تشكل ويقاية طبعاً حتى لو كان مستجد الكورونا حتى لو كان هلأ ممكن نحكي شوي إنه في بعض الأشكال قد تكون متغيرة شوي بس نسا لازمنا ما عم نحكي عنها بشكل كتير كبير هلأ نحن عم نحكي عن الفيروس كورونا العادي إنه هاللقاحات اللي هلأ متوفرة على مختلف أنواعها بتشكل فعالية بين 95 إلى 100% بالوقاية من المرض الشديد في حين إنه فعالية قد تتراوح بين 70 إلى 90% 95% للوقاية من المرض بشكل عام والعدوى لذلك هاي بالدرجة الأولى هلأ الدرجة الثانية الفائدة بتعمى على المجتمع هلأ هلأ هنا بشكل عام تم وضع سياسة تلقيح بكل العالم لأنه يتلقح جزء كبير من الأفراد بالكرة الأرضية وقالوا إنه نحن إذا صار مثلا أعطاء اللقاح لما يقارب 60-70-80% من سكان الكرة الأرضية فسنصل إلى مناعة تسمى المناعة المجتمعية يعني معظم الأشخاص حاب يصير عندهم مناعة مجتمعية حيخف انتشار الفيروس قدر المرسطاء حتكون عودة الحياة إلى طبيعتها أسرع وطبعا هذا الشيء حيكون له أسر إيجابي فيه ما بعد بأنه يخف حتى تحورات الفيروس أنه الفيروس بهالدورة هي تبع الانتشار تبعه والانتقال من مكان إلى مكان وزيادة عادل الحالات هذا هو بيئ له لحتى يصير فيه انتشار إذن هو السيطرة على الانتشار الفيروس بشكل عام وبتخف احتمالية أنه يصير فيه عندنا أشكال متحورة قد تكون بمرحلة لاحقة صحيح اللقاحات غير فعالة فيها أو حتى العلاجات أو حتى إذا الشخص يصابته السابقة لأنه كمان مثل ما بنعرف أنه الإصابة نفسها عند الشخص تعمل مناعة فوجود أشكال متحورة أخرى قد تأدي إلى تغير هذا الشيء نعم دكتور خلينا نحكي بنقطة كثير من الأشخاص يمكن عندهم نوع من الخوف أنه تعفون فيك ضفي مو مشكلة أنه عندهم نوع من الخوف أنه سمعنا على اللقاح صار حالات من الوفاة سمعنا حول العالم صار حالات من الوفاة خلينا نحكي عن هاي الحالات وشو هي الحالات اللي بتأدي إلى الوفاة وليش صار وفاة باللقاح بأنواعه سأبدو نحكي بشكل عام على تأثيرات الجانبية لللقاح في عنا تأثيرات جانبية معظمها سنسمع عنا باللقاحات كلها أنه تأثير جانبي صار للشخص عنده ألم بمكان الحقن صار عنده شوية حرارة صار شوية عنده تعب الجسم ألم بالعضلات هذا تأثير جانبي خليني أعتبره تأثير جانبي لللقاح قد يكون متفقين كلنا أنه هاي تأثيرات جانبية مقدورة عليها في عنا بعض التأثيرات الجانبية قد تصل إلى مرحلة الصدمة التأقية أو الصدمة التحسسية يعني أشخاص قد يصابوا عندهم استعداد للتحسس وارتكسوا لهذه المادة من اللقاح إلا أنه حسب الدراسات المنشورة بالمجلات لحد الآن هاي الحالات بالعالم ما كانت تشكل أعداد كتير كبيرة يعني أنه يصير الشخص عنده ارتكاس تأقي أو ارتكاس تحسسي أو ما يسمى الصدمة التحسسية وآن نحن ممكن الأشخاص اللي هنن عندهم هذا الاستعداد لأنه يكون في عندهم صدمة تحسسية سبقت مو من اللقاح من أي شيء من أكل من دواء سابق من أنتيبيوتك أخده هذول أشخاص أنا ممكن ضمن مركز التلقيحي اللي عندي أنه رائبهم ربع ساعة إلى مص ساعة بعد أخذ اللقاح طبعا المركز اللي عندي كمان يجب أنه يكون مجهز بالكورتزون يكون مجهز بإبار الأدرينالين لحتى إذا لا سمح لها صار هذا الارتكاس الطاقي أو التحسسي هو ممكن يصير فورا بنفس الثانية ممكن يصير خلال الربع ساعة ومص ساعة الأولى طبعا في بعض الارتكاسات المتأخرة شوي ممكن إذا يعني نشانا هيك منصح الشخص أنه يصار معه أي أعراض تحسسية اندفاعات جلدية شيء معين خلال 24 إلى 48 ساعة الأولى كمان يراجع المثل الصح بس في نقطة كثير مهمة يا دكتور طبيعة الجسد تختلف يعني كمان نحنا بنحكي عن أعراض يمكن من شخص لشخص تختلف يعني في ناس بتقولك أنا صابني وهن كثير أنا تعبت كثير في ناس بتقولك لا أنا استمرت بحياتي طبيعية عادي ما حسيت بشي فهي نقطة لازم ننوح عليها أنه طبيعة الأشنان تختلف فلازم ما يكون في خوف أو تردد لأخذ اللقاح وصنعة كبار السن يعني نحنا هلأ عم نشوفها بمجتمعاتنا في كتير من كبار من أهلنا لأنه هن الأولوية بالتسجيل على اللقاح وأخذ اللقاح ما عم يقبلوا يروحوا عم يترددوا عم يخافوا بس مشان هي الأعراض بس هي الأعراض إذا بمنا نقول هي طبيعية وتختلف من شخص لآخر هي أعراض طبيعية حتى بكل صراحة مو بس باللقاح بأي دوا بالعالم ممكن واحد ياخده ممكن شخص من ألف شخص يرتكس لهذا الدوا هذا مؤشر على أنه نحن أي دوا بالعالم أي دقاح أي شيء بالعالم ممكن الشخص يرتكس له فهذا الشي ما هو دافع لأنه ما ناخد هلأ في نقطة تانية حكيت يا حضرتك موضوع الخسارات أو يعني طب أنه مثلا في بعض اللقاحات أو نوع اللقاحات بإحدى الدراسات أظهر منه عم يعمل شيء خساري أو خسارات بالأوردة الدماغية كمان هلأ الدراسات لي أجرت على هذا الموضوع شافت أنه هذا الشيء موجود بنسب كمان أليلة يعني قد تكون هاي النسب تتراوح بين مثلا أربعة إلى عشرة بكل مليون شخص أخدوا اللقاح هلأ نحن كمان بدينا ننوه لنقطة أنه حتى لو نحن في عنا تأثيرات جانبية لللقاح نحن كما بدنا نحط بالجانب الآخر مثل أي شيء بالعالم نحن في عنا توازن أنه في عنا تأثير جانبي وفي عنا فائدة أنا بدي أخذها من هذا الشيء إذا كان الفائدة من هذا الشيء وهي قاعدة نحن طبية نستخدمها دائما بالأدوية إذا الفائدة بيعطيها من الدواء أو من اللقاح أكبر من الضرر فنحن بنعطيه هذا الدواء الفائدة نحن بنأخذها من اللقاحات هي تتجاوز هالفرق هالأعطاء الـ side effect او الشي اللي نحنا بتخوفيه منه. لانه الشخص ازا ازا لا سام الله اصيب بكوفيد. اه ودخل الى مشفى وقعد على جهاز تنفس اصطناعي. لح ترتفع نسب الخطورة كلها اللي ما فيها حتى نسب الخسارات. يعني احنا كمان الشغل اللي كتير اللي حكا عنا ازا بتذكروا انه موضوع الخسارات اللي بمرض الكورونا. يعني نحنا الاشخاص مصابين بكورونا بريدخلوا على المستشفى جزء كبير منهم بيرتفع عندهم تحليل الدي دايمر اللي هو تحليل بشير ارتفاع النسب الخسارية. اذا كمان نحنا بالمقابل بجوز اللقاح في الو هالتأثير بس نحنا بالمقابل التاني نحنا يعني دكتور اللي عنده خسرة او انسداد اه شرياني او هدول الامراض جلطة اه يعني هي هلأ واجه دوره بال باللقاح? هل هو فيه يتلقح ولا لا? هلأ ما لا يشهد مضاد استطباب لانه نعطي هذا اللقاح ازا الشخص عنده سوابق يعني بي بي. مو سوابق يعني اه ضمن هذا الاسبوع هو اه تعرض لا اه حالة من الانسداد لخسرة بال بال بالدم او اي شي واجه دوره باللقاح هل هو فيه ياخد اللقاح? هلأ نحنا بكل صراحة منصح الشخص اللي عنده اي حالة حادة ان كان حادث خساري اه اه احتشاء اه صمة دماغية اه حتى انتان تنفسي يعني اذا مسلا هو عنده قريب عنده حرارة خلال هالفترة هي احنا ننصح انه ما ياخد لقاح خلال هالفترة. لتعدي هاي الفترة الصحية. لتعدي هالفترة اللي هي منخليه استشير طبيبه اللي قد تكون هالفترة بين مسلا اسبوعين الى اربع اسابيع. اذا نجب انه تكون حالته المناعية الصحية جيدة. ما يكون عنده اي حالة انتانية. ما يكون عنده حرارة. اه ما في ايش يعني بده تكون مناعته جيدة. فانحنا بننصحه بتأكيد. بنقول حالته المناعية بحالته الطبيعية يعني مش معرض لاي صدمة صحية. هو قادر انه ياخد لقاح. يعني يرجع السن مثلا القلب. يعني انا مثلا بعرف حدا تردد ليروح ياخد اللقاح لانه هو مريض قلب. في ناس عنده السكري. الضغط. هاي الامراض لكبار السن هي اساسا بعد سن الستين في كتير من الاشخاص مصابين فيها. تماما. اللقاح سرنا هلا بعد الثلاثين قلنا عن الضغطات النفسية. هلا النصائح الطبية يزا نقول بشكل عام حاول اخذ اللقاح لهدول الاشخاص شو هي. هلا نحنا ضمن اولويات اللقاح بشكل عام وقتا حطت اوليات اللقاح ضمن سوريا وضمن العالم كله. الاولويات اللقاحية اول شي وضعت الاستطلابات للاعمار الكبيرة. صحيح. يعني هنه الاعمار اللي فوق الستتين. هنه بيسميهم يعني هنه المجموعة عالية الخطورة اذا انصابت بالكورونا. اه. الاشخاص الكبار يعني عندهم امراض قلبية وامراض كلوية وامراض تنفسية مزمنة مثل الربو او مثل السي او بي دي. التهاب القصبات المزمن. هنه مرضى على زو خطورة اعلى منها الاصابة بالكورونا. يعني اذا اجت انصابه بالكورونا احتمال الاصابة الرئوية يكون عندهم اعلى. احتمال يحتاجوا لمشفى او لعناية مشددة او لتمرال الجهاز التنفس الطناعي اعلى من غيرهم. احتمال حتى متلازمة ما بعض الكورونا. اللي هي احتمال التليوف الرئاء او او انه كمان يكون عندهم اعلى. فهنين عملية من الرفيئات اللي يجب تلقيهم بالدرجة الاولى. فهدول هنا نحطو ضمن الاولويات حتى يعني هنين مو انه اه يجب انه هنه هي الاولويات للليقاح. المرحلة التانية طبعا. طبعا احنا بنحكي كمان في اولوية اخرى. اللي هي الكوادر الطبية. يعني كمان هدول الكوادر الطبية. نحطوه لسه حتى بالستاندرد الاول انه هدول لانه الاشخاص عم يتعرضوا بشكل اليومي كمان عم يتعرضوا لكل الامراض ضمن اقسام العزل ضمن اقسام العيام جدا. بس الاشخاص المصابين بامراض اه الكبار بالسن ان الفئة المرشحة حقنا تاخد لقاح بالدرجة الاولى وهدا وهدا الروتو كولي هلا عم يتم تطبيقه بجميع الدول بالعالم. حتى نحنا احنا اذا منشوف هلا ضمن اه منصة اه مشكورين وزارة الصحة السورية على يعني هل العمل المنظم يعني صغير. الحقيقة. عمل منظم وحضاري بيسكن صراحة أنه نحن عم نشوف الشخص عم يسجل عم يروحي ياخد لقاح ضمن ظروف كثير مرتبة فهذا الشيء كمان الأولويات اللي وضعت فيه هي للأشخاص الكبار يعني بيتم التسجيل على المنصة بينحط العمر بينحط الأولويات الأمراض المزمنة فهدول بيكلهم كمان كانت الأولوية لكبار السنو عم يشوف فيه صرعة بالاستجابة يعني التسجيل بعد أيام عم يبعتوا رسالة عم يتوجهوا للمراكز لأخذ هاللقاع ويشير على أنه فعلا هنا الكبار هنا فيه اليجب أنه نحن نحط اهتمامنا فيه نركز عليهم بالمرحلة الأولى نعم دكتور قبل ما نختم مع حضرتك يعني فيه كم تساؤل أولا أنه يعني من بعد أخذ اللقاح رح تصير فيه أعراض بعض الناس عم تطلع عنده أعراض وبعض العالم ما عم تطلع عنده أعراض فينا ناخد أدوية شو هو العلاج والصحيح لما بعد اللقاح وقدي المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والتانية في عالم عم تكون شهر في عالم عم تكون شهرين في عالم يمكن أقل من يمكن أسبوع أو أسبوعين عم يكون بين الجرعة والتانية تماما هلا اللقاحات اللي هي متوفرة عنها يعني خلينا نحكي مثلا اللقاحات معظم اللقاحات احنا متوفرة لدينا الفرق بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية هي ثلاثة أسابيع اللقاح يعني خلينا نقول باللقاح الروسي أو اللقاح الصيني فيما يخص اللقاح الأكسفورد المدة بين الجرعتين بتكون حوالي الشهر طب عفوا دكتور لو قاطعتك يعني إذا حدا يعني بيتساءلوا الناس أي أحسن هاد ولا هاد يعني عم يخافوا مفي تخوف في عدم رؤية واضحة للقاح حتى عالميا يعني حسب الأنواع يعني حقا أن هي تعرف شو هذا اللقاح أي أحسن الواحد طبعا يعني روحه غالي عليه كمان مئة بالمئة هلا للحظة بصراحة ما في دراسة عم تقارن بين اللقاحات مع بعضها هلا كل اللقاح عم يطلع بدراسة معينة عم يشرب بمجلة علمية بيقول أنه أنا الفعالية اللقاحي جيدة ها أحكي بشكل مختصر عن أنواع اللقاحات في عنا اللقاحين أمريكيات أول شي سمعنا عنهم هدول بيعتمدوا على تقنية اسمها تقنية الحمض النوي المرسا العمارة إني اللي هي نحن الفيروس كورونا نعرف أنه مجموعة من البروتينات في عنا أحد البروتينات تبعه الكبيرة والأساسية بيسموه بروتين الشوكة هادي بروتين الشوكة البروتين الأساسي هنه اللي في إله مثل كود تسلسل من البروتينات أو شفرة أخدوا هاي الشفرة وصار تم تصنيعه وأعطاءه للجسم فبيصير الجسم بشكل إصام ضدية هلا فيما يتعلق باللقاح الأكسفورد البريطاني واللقاح الروسي فهدول تعتمدوا تقنية كمان تعتمد على أنه ناخد نحن فيروس هو اسمه الأدينوفيروس هو نمطنا الفيروسات الغير ممرضة بشكل عام أو بتعمل أمراضية كتير خفيفة ومنركب على هذا الفيروس منركب شوكة الفيروس تبع الكورونا وصيرت منعطية نحقون الجسم جسم ما بينصاب بكورونا بس بشكل أضاد لهي البروتين الشوكي وفي عنا نوع ثالث اللي هو النوع الصيني اللي أخدوا الفيروسات المقتولة يعني صاروا فيروس غير فعال بيقتلوا الفيروس بيفوت على الجسم بشكل مناعة وإجسام ضدية وفيما بعد لا يصاب الجسم بالفيروس هلا أي أحسن يعني بكل صراحة لحد اليوم ما في دراسة عم تقارن بين بيناتهم بس إذا بنا نحكي مثلا الفعالية بيقولوا باللقاحات الأمريكية واحد منهم 95% الثاني 94.5% ما في نسبة قليلة بيناتهم نسبة قليلة اللقاح الروسي فعاليته عم تقارب 91-92% اللقاح البريطاني حوالي 76% الصيني تقريبا ضمن هذا الشيء إذن هاي الفرق بالفعالية مثل ما حكينا عنها بس إنه أي اللقاح نحن نناخده هو اللقاح بكل صراحة المتوفر لأنه مثل ما حكينا بالبداية إنه هنن كلهاتهم عم يشكلوا ويقايا من المراض الشديد والمحصيلة إذا أنا بدي أحكي نقطة مهمة يعني إحنا بنسمع مثلا أحيانا عن أنتبيوتك نحنا الشخص بصير عنده حالة التهابية بيأخذ أنتبيوتك أنا في عندي كازة أنتبيوتك بيشتغل بكازة طريقة بالجسم مو دائما أنا بعرف شو الطريقة اللي بيشتغل فيها الأنتبيوتك بس أنا بيهمني النتيجة النتيجة إنه هاي اللقاحات معظمها عم تشكل الأجسام الضضية يعني عم تشكل عنده الشخص الأجسام الضضية اللي هي الآي جي جي بعد أعطاء اللقاح إذا مشان نكون كمان واضحين مو فوراً للشخص بيأخذ اللقاح بقى تاني يوم يجب أنه إيميل كمان يقول أنا تلقحت لأ أنا عندي فترة الجسم بده الجهاز المناعي يشتغل فوسطياً يقال إنه أنا الجهاز المناعي بتصير مناعتي جيدة بعد أخذ الجرعة الثاني بحوالي أسبوع إلى عشر تيام يعني عمانياً الشخص بعد ما يأخذ أول جرعة ويعتبر عنده حوالي الشهر لحتى تتشكل عنده الإجسام الضضية إذن كل اللقاحات بشكل عام عم تشكل إجسام ضضية بنسب متفاوتة معظم هلأ الشيء اللي حيميز بالنسبة الفعالية طبعاً ممكن تتميز عن بعضها ورقم اثنين فيما بعد الآثار الجانبية وتختلف مثل ما لنا بداية حديثنا من شخص لآخر أهمية أخذ اللقاح اليوم هي حماية نفسك وعيثك والمجتمع والمحيط يمكن الناس تتخوف لأنه شي جديد بس هو شي بيضبط انتشار هيدا الفيروس وبيحمي مجتمعنا صحياً بالختام بدي أتشكرك الدكتور حسان بردان دائماً على وجودك معنا ومعلومات اللي بفيدة دائماً اللي بتكون معك بحلقتنا شكراً كتير لك شكراً لألكم شكراً لألكم